تشرفت بلقاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون في زيارة وداعية لسيادته مع انتهاء مهامي كسفير للجمهورية العربية السورية في الجزائر وقد استمعت منه إلى نصائحه وإلى رؤيته الساقبة في كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية وخاصة العربية منها فالإرادة السياسية للسيدين الرئيسين الرئيس بشار الأسد والرئيس عبد المجيد تبون بأن ترتقي العلاقات الثنائية إلى مصاف علاقات نموذجية ربما تكون قدوة إلى العلاقات العربية العربية ولا ننسى وقوف الجزائر إلى جانبنا في محنتنا القاسية وفي موقفها تجاه القمة العربية وإصرار حضور سوريا تلك القمة إلا أن سوريا كانت دائما تسعى إلى تعزيز العلاقات العربية الثنائية قبل أن يكون حضورا للقمة وهذا ما نسعى إليه وبالتفاهم مع الجزائر دائما أتمنى للجزائر كل الخير أن تبقى شامخة وأن تبقى عظيمة وأن تبقى قوية برئاسة القيادة السياسية ورئاسة الرئيس عبد المجيد تبون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة